نفس الزول الكاتل ولدك حاكم بلدك ونفس الزول الكاتل ولدك شال يروح الفاتحة وقلدك حاكم بلدك رمز السيادة شال من ايد الكوز والصوت والسلطة وجلدك نفس الكوز في وجه جديد نفس الكلب في الرقبة القلادة ونفسك تايب الظل والغلب ما ها اطول بالجد زي ما قبل شوية عملتها الموضوع بتاع انه انا قبل شوية قلتها انا طبعا اخدت لي وقفة قلتها عشان اقوم اروق الموضوع بتاع انه انا اكون قاعد بنفس المنظر ده عشان اقرر ان اكون بحاول شوية كده اقول بكرة ممكن يكون عيد لاولادي حتى ما عيد لي انا نكهة العيد لي فطرة طويلة جدا بيقات معيندي يعني ده منظر عشان اكون قاعدة انه بكرة اغير لوم انه في عيد اقول انه اوكي كده خلوني اعاين شوية انه ممكن يكون حاصل في السودان شنو لانه انا عارفة تماما ان الليلة يبتزع وعشرين الليلة يبتزع وعشرين في ازر شهداء عارفة الكلام ده فطيب الحاصل شنو اشوف انه الحاصل شنو عشان انا اقوم اشوف الحاصل شنو اقوم اقلقى انه نفس التزع وعشر رمضان ما عايز انه يمشي ما عايز انه يمشي على خير ما عايز انه انتو تمشوا يمشي على خير سبحان الله سعنا قلت انه هعمل اعادة شنو ما ادعبر تاني وما اكون تاني هايجا ما قدرت فيعني اذا انا اذا انا ما بعرف الزول ده انا قاعد ادعبر قبل شوية ادعبرت وتاني هسح ادعبر نفس شركاء الدم مجلس شركاء الدم انتو رضيت ولا ابيت وقدروا ما الزول قدروا ما الزول بيحاول اديكم عزر وقدروا ما الزول بعين ويقوم يقول يا اخي ما عليش يا اخي في شق مدني يا اخي الشق المدني ما عارف يا اخي نديه فرقة يا اخي نعايل له يا اخي يا اخي يا اخي اصلوا ما دار انت دون فرقة ان الزول يقوم خزاته يديكم فرقة انه ممكن انتو تمشوا لي قدام يعني قدروا ما الزول انا شخصية اتكلمتوا عاكم بهذا اول حاجة كتائب الزول بتاعتكم وقتافها لانو انتو يعني ما عندي ما عندي حاجة انا عبر بيها على زول قاتل غير كتائب الزول وطافيها يعني انت زول بتقتل انا ذاته دي شايفاها كلمة كويسة استعملتها قاعدين قاعدين في الفيسبوك قاعدين انتو كلامي دا حيصل اساسا اتكلمت بصورة بتاعت ام اتكلمت بصورة بتاعت اخت اتكلمت بصورة بتاعت مواطن عادي اتكلمت بصورة بكل الصور الكويسة كانتو ناس بني ادمين لكن انتو ما بني ادمين انا كالوبنا دي المواطنة البسيطة دي لبنة عصان دي المواطنة البسيطة دي عارفة تماما ان جهاز الامن والمخابرات لأنه إنسانا بسيطة جدا عارف جهاز الأمن المخابرات استحيل يتحلى سميته جهاز مخابرات سميته جهاز زفك أنا عارفه تماما كزولة منطقية إنها ما بيتحلى عارفه إنه الجيش ما بيعطها يكلته سؤال الكلام ده بزع واحد نين تلاتة حيوعطها يكلته يمشي وين يطير وين عارفه الكلام ده دعمه سريع ما حايتعمل ما حيخش جوه جيش عارفه الكلام ده ما عايز له غباء ما عايز له مش غباء ما عايز له أحلام ما عايز له أحلام ليه لأنه الليلة بيطلع لها دقلو بيقعد إطلع بيتكلم بإسمه بيتكلم بالدعم السريع بإسمه الكلام ده كله ما عايز له غباء وأنا فترت منه أتكلم لكن الليلة لما إنتوا تجوا كمجلس شركاء ثورة شركاء ثورة إنتوا بتشيلوا الكلمة الطلعنا بيها نحن مش طلعنا بيها الناس طلعنا بيها بنتكلم بتغرروا أن إنتوا تقتلوها فينا لا أسفا ما تقتلوها فينا إنتوا قتلتوا للناس إنتوا بتقولوا بإصرار إنه يذكروا بالمناسبة أي تزعى شر رمضان إنتوا هتطلعوا فيه ما هخلي العيد يطلع عليكم فشكرا لكم شديد يعني على إنه إنتوا بتورونا دايما إن أنتوا سفلة قتلة إنه إنتوا نفسكم إنه إنتوا نفسكم قاعدين يعني حتى لو الزول عنده شك للحظة للحظة كده يعني إنه ممكن يكون الكيزان إنهم ما قاعدين شكرا إنه إنتوا بتقولين إنهم قاعدين بيتذكروا الزول إنهم قاعدين فعموما الكيزان القاعدين ونحن عارفين إنهم قاعدين في كل مفاصلة الدولة وعارفين إنه جهاز الزفت بتاعكم ده جهاز أمن المخابرات كيزاني اللي هما اللي هما البدل الشراكية اللي قالوها حتى الناس الماشين في الفيديوهات دي قاعدين عارفين إنهم قاعدين الدعم السريع قاعد عارفين والله العظيم والله العظيم تفاهمين إن الشعب اللي هما نحن دي تفاهمين إنه هما ما بيفهمه لا بنفهم بنفهم لدرجة إنه الناس صل على الثورة بنفهم بنفهم لدرجة إنه عارفين إنه شركاء المجلس بتاع الشركاء الدم حقيقة في اللحظة الضيقة دي إنهم شنو وعارفين إنه المجلس عسكري المجلس ما مدني وعارفين إنه المدنيين قاعدين دلاليك عارفين إنه إحنا الكلام ده بالمناسبة ما بيع عارفين الكون نحن بنتكلم بنتكلم ساي يعني أبنين أنا قلني لأن الزل ما عارف أعمل شنو في يده ما في حاجة في يده ما في حاجة لأنه في وثيقة اتبعنا فيها اتبعنا فيها لأنه للأسف الشديد وثقنا يعني في الحقيقة أنا شخصيا ما وثقت في تجمع ويهاني لكن ما موضوعنا في التواسقنا حاتكلم بفهم الشعب عامة وثقنا في ناس قالوا إنه هم أساسا ما أحزاب وده ما موضوعنا وبعد أم الشهداء لكن الليل 19 رمضان كل 19 رمضان إيجي انتوا بتقولوا لينا ما تنسوا كل 19 رمضان بتيتقولوا لينا ما تصبحوا العيد كل 19 رمضان بتيتقولوا العيد ده ما في ده أنه تتذكروه شاي البطاقة الزول الوجع مات له بتقولوا بالمناسبة هو ما مات وجع بس برضو هو حيتعتبروه مفقود مجلس شركاء الدم أنت طبعا سعيدين جدا بكمية الترهيد أنا حاليا ما قاعد أتكلم مع ناس بتحس أنا بتكلم مع قتلة القاتل القاتل منتصى الدماء ما قاعد يحس قاعد يستمد قوته من الخوف بيستمد قوته من الرعب اللي بيجي للناس أنتوا ما فاهمين أنه أنا في اللحظة دي بتكلم أنا ما قاعد أحب التعميم لكن بتكلم في اللحظة دي بجد بيسم الشعب السوداني أحنا ما خايفين لما يجي زي النوعيد دمعة تنزل ما بدعمته ما بتنزل من الخوف ولا من الرعب دعمته دمعة تنزل لأنه هو إنسان لأنه بحس لأنه موجوع ما إنه عنده زول يتفقد ما إنه أنا ما بعرف الناس الماتوا لكن بعرفهم كسودانيين عموماً أنا شا ما أطول كتير أحاقل نفس الحاجة اللقالة أستاذنا الدوش لأنه حقيقة دي الحاجة الوحيدة اللي بتعبر إنه نفس جهاز الأمن والخوف هم بأمرك فضوا قيادة هم الليلة بأمرك بأمرك دي إذا كنت يا إنت مجلس شركاء الدم مجلس شركاء الثورة وهو دي أنا قلت عليكم في وشكم عديل مجلس شركاء الثورة لأنه ما بيجي يشتغلوا الناس دي من راسهم ما بيشتغلوا من راسهم في تجمع كان بتاع أسر شهداء ما بيشتغلوا من راسهم إنه براهم يحاطوا البنبان ما جاب روحوا براهم ما في زول يجي فيكم ويقول دي تفلتات أمنية ما بيزول فيكم يجي يقوم يقول أنه نحنا ما عارفين هو منه ما بيزول فيكم يجي يقول دي عناصر أمنية نحنا هنشوفها ونحاسبها لأنه أصلا الزخيرة طلعت من وين البنبان طلع من وين العناصر دي لما طلعت طلعت من יادو وحدات وطلعت الأمر منه ما تيجي تقول تفلتات أمنية ونحنا ما عارفين نو منه تمام فنفسي هذا الأمن والخوف هم بأمرك فضوا قيادة وقامت ثورة وحصدت لجنة فآخر عيش الوزراء جونا بس في الغالب كعب العجنة جايز تحكم غصبا أمة وتجلب كل أيام أيام ظلمة وجد مصيرك سكت وسجنة وقامت ثورة حصدت من أرواح أولادنا الطاهرة ولما زاد الغلف نفسهم رسموا الخرطة هناك في الغاهرة سموا شهيدنا الباس الشاز وسموا البيت مطلوقة وقهرة دس العيش والخبز والجاز ونامت عين الشرطة السهرة وقامت ثورة وتاني حتقوم وتسقط لما تزبط وهي مش تسقط لما تزبط هي أصلا ما سقطت في الأول ومواصلة عشان كده انتو زعلتو لما هم الناس ديل طلعوا واتكلموا لأنه هي قالتها أمة شهيد قالتها واضحة وصريحة متهمة منه ولما قالت في الاتهام المهلة الخطتة باسم كل أسرة الشهداء وقالوا انه هم متهمين محمد حمدان دقلوا وقام الزون اللي كان بصور قال ليه يتهموا محمد حمدان دقلوا بسوا قوات الدعم السريع في حينه الجيش مشارك وكل القوات النظامية مشاركة والكلام ده ما قاله براه قاله كل الناس الموجودين لأنه ده ما رأيزون الواحد ولا اثنين ولا ثلاثة لأنه الكلام ده معروف ومفهوم وكل الناس عارفينه لأنه الجيش خان الثورة الجيش خان الثورة تاني حقول الجيش خان الثورة مش الجيش بس الجيش الدعم السريع كل الناس كل الناس الأحزاب الوقعت على الوثيقة الدستورية قاله هنا كمية الوجعة اللي عندنا ده كله كده من السنتين ديل مهزو العمل حاجة دي نتيجة دي نتيجة نتيجة كمية بتاع اخطاء متراكمة ما حادخل انا سعف عشان اقعد اقوله كمية تعد اخطاء متراكمة ده ما موضوعنا ليه حصلت وكيف حصلت ده ما موضوعي بعد كده اي انحز حمدان للثورة انحزت الاحزاب للثورة انحز الجيش للثورة ده موضوع تاني ده موضوع لاحق ما وقته عشان انا اتناقش فيه انا بتكلم عن انه الحطة كانت محاطة الريدي فيه ناس ضربوا بمبان اردي فيه رصاصة ضرب اردي فيه ناس ماتت انتوا ما عايزين العيد ده تقوم على الناس الا بعد ما انتوا تكتلوا الناس ليه وتسقط لما تزبط وفي الحقيقة تسقط الى الابد لانه اصلاンハ سقطت وانشAYLA ما تشوفوا ليكم معيد انشAYLA بجد ما تشوفوا عيد لانه انتوا بجد ما خلتوا الناس تشوف ليها عيد ابدا انشايلا اصلا ما تشوفوا ليكم عيد وأصله وبجد حقيقة كشفت راسي ودعيت إن شاء الله مش ما تشوفوا عيد إن شاء الله تشوفوا في أولادكم أنا ما قاعدة أحب أصل أضعيلي على ذول لكن إن شاء الله بجدت أشوفوا في أولادكم بحرقة الحشل أنتو حركتوها للناس لأنه ما قاعدة تخلوا لكم أصله ذول يعيد زي الناس يعني أسعى الولد أهل زاته ما عارفينه وين وانتو بطاقته ما خليته عشان للناس تعرف إنه هو الناس منه ممكن تصوروا بطاقته طيب أدليس عشان للناس تعرف إنه هو لدهم وين